مش هنوعد بقى نتكلم على بعض لا انت تنسى ولا احنا ننسى قولا واحدا لا حضرتك تنسى مواقف مصر ولا احنا هننسى مواقف السعودية ونبطل اللغة دي تماما نبعد اللغة دي يعني مش كل شوية الموضوع ده تقعدوا تتكلموا فيه نقفلوا لو سمحتوا ولكن فيه كاتب سعودي محترم محترم عاقل اي الكلام محترم سعد الموسى كتب سعد الموسى في صحيفة الوطن السعودية كي لا نخسر مصر وقال انه قد اتفهم وقاط العزر لردة الفعل الشعبية المحلية تجاه التصويت المصر مع مشروع القرار الروسي حول سوريا في مجلس الامن ولكنني في المقابل لن اقبل والانجراف قادة الرأي واصوات التأثير وغيرها لمجرد ان المندوب المصر رفع اصبعه في موقف لا يقدم ولا واخر مع او ضد قرار محكوم بالفيتو المعلن هذا رأيي كي لا نخسر دولة شقيقة وكبرى مثل مصر لانها مرت بامتحان موقف على طولة مجلس الامن ويزات الطولة التي تنازلنا عن الجلوس عليها قبل اكثر من عامين لأسباب كثيرة تهم ترتيب مصالحنا السياسية ومن ضمنها ان نتجنب ورطة التصويت في مجلس الامم بات من النادر جدا ان يبحث مشاريع قرارات لا تخص جوارنا ومن حولنا وعالمنا في هذا الشرق الاوسط وامام هذا الطيار الجارب في ردة الفعل سأقول ما يلي اولا فمن الخلل السقافي في بنية النظرية السياسية ان تنتظر من غيرك مهما كان ان يتطابق مع وجهة نظرك وان لا يقرأ الاحداث والقضايا الا من خلال ذات عينيك لمصر مصالحها السياسية المتشابكة ومصر اليوم تنهض من خزلان المواقف الامريكية الضعيفة والمترددة تجاهها وهي قد امتحنت ومرت بهذا الخزلان في سنواتها الاخيرة ونحن اليوم سائرون مع نفس امريكا على ذات الانتحان والغزلان ثانيا وفي عوالم السياسة دع للشقيق الصديق الذي تثق به فرصة السير على الطريق الموازي او حتى المعاكس فقد تحتاج معه الى اختبار التجربة او حتى تبادل ادوار وقد تحتاج مواقفه في تمرير رسائلك السياسية او وساطته كجسر رابط ذات يوم وفيما هو الاهم في سالسا كما يقول كاتر محترم علي سعد الموسى في صحيفة الوطن السعودية دعونا نقرأ المواقف السياسية تجاه القضايا المشتركة ما بين البلدين الشقيقين بتجرد ووضوح وبصوت العقل لا العاطفة لماذا لم ترسل الينا النخبة السياسية وقادة الرأي في مصر والمؤسرين ومعها مصر الرسمية عتبها ايام علاقتنا الرسمية مع ايران فيما كانت مصر هي البلد العرب الوحيد الذي قاوم ولو حتى فتح ممثلية مصرية بسيطة في طهران لماذا لم تقل مصر اننا نتبادل السفراء مع طهران في الوقت الذي اطلقت فيه الاخيرة اسم احد اشهر شوارع علاقات الزعيمية التاريخية انور السادات وتدعم بعثات التشيع الى قلب نسيجها السني وخذ في المثال الاخير لماذا لم تنبس مصر الرسمية ببانة شفة ولم تشك او ترتاب من تحالفنا المعلن مع تركيا رغم تدخلها السافر في الشأن المصري الداخلي بعد ثورتها الشعبية الجارفة الاخيرة والجواب الوحيد ان حكماء العقل السياسي في اعلى هرمي القيادة في البلدين يدركان ان العلاقات التاريخية اكبر من تصويت او رفع اصبع على طولة قرار او فتح سفارة لم يبقى في العالم العربي من الاحياء الاصحاء سوى الرياض والقاهرة في وجه هذه العواصف التي حولت عواصم الخريطة نفسها الى جسس هامدة لا توجد فرصة وليس هناك خيار ان تسمح هاتان العاصمتان وهزان الشعبان بخسارة ما تبقى من روابط العصاب الحية في قلب الجسد الميت الاهلال الصفوي يسبح اليوم في فضاءات اربع عواصم عربية وخلايا الارهاب تحكم رسميا اربع عواصم اخرى وسبع دول تعيش لسنوات بلا رئاسة او حكومة والسؤال الاخير ماذا بقي في العالمين العربي والاسلامي ومن ستبقى لهما ونحن ندق الاسفين مسمارا ساخنا في قلب العلاقة ما بين البلدين من اجل تصويت لا قيمة له في مجلس الامن انتبهوا جيدا لمصلحة من بالتحديد يجري اخراج هذا العبس للتفريق بين اخر فارسين عملاقين متحدين في هذه المعركة الشارسة الجواب معروف بكل وضوح كل التحية والاحترام لهذا الكاتب السعودي المحترم زي ما قريت لحضراتكم بارح كاتب وقح اقرأ لحضراتكم اليوم كاتب محترم وده الفرق هنا نفرق ما بين من يعرف قيمة مصر ومن يحترم مصر وشعب مصر انشيله على رأسنا اشتركوا في القناة